الاتحاد الأفريقي قرر انه يعمل كرة المباراة الهائية فالكرة دي طلع اسمها ايه بقى في الاخر؟ اسمها العلا الاتحاد الأفريقي قرر ان كرة العلا هتشهد مباراة اول مباراة ليها مباراة الاهلي والترجي في تونس فرارس وهي اسم العلا تم تصميم الكرة دي للظهور في مباراة دوري لأبطال الافريقيا النهائي والكومفدرالية كمان مباراة تانية واضاف ان العلا يعني بالصعود والنجاح في اللغة العربية أنا معرفش هم جابوها لأن الأربع فرق عرب ولا لا بس وتشير طبعا إلى الثروة والشرف والإحترام في اللغات الأوروبية وترمز إلى الطبيعة الحيوية والدرماكية بالكرة الأفريقية زي ما أنتم شايفين دي دي كرة العلا هي اسم يعني مختلف أول مرة بل اسم عربي أصلا تعريبا يعني لكن أشار الكابة أن تصميم كرة العلا يجسد روح أفريقيا أو مستوحى من الألوان والفنون والتقاليد الأفريقية بالحياة في القرة الأفريقية وتظهر العلا للمرة الأولى في ذهاب نهاي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والأهلي في رادس قبل ما تشبب أجواء نهاي دوري أبطال أفريقيا يعني العلا دي اسم أنا أول مرة أشوف اسم عربي لكرة في أفريقيا يعني دي جديدة شفنا قبل كده أسماء كتير لكرة كاس أمم أفريقيا كان بيبقى فيه أول مرة يبقى نهائي برضو دوري أبطال أفريقيا بكرة خاصة في حاجات كتير يعني طبعا ده من ضمن الأجواء الخاصة بنهاي دوري أبطال أفريقيا فيه كرة وميزة